اشتركوا في القناة ولا ضحي بالشغل ونتقابل يعني افهم من كده ان حضرتك ده حدو الصبر طبعا طيب ممكن اخمن حضرتك بتعمل ايه؟ من غير ما تتعب نفسك ولا تخميني ولا اي حاجة انا بجهز المادة لحضر رئيسة الترمي اللي جاي انت عارب بقى يا دكتور كلنا ادينا قبل لما عرفنا ان احنا الدراسة ابتدت يعني وحضرتك سافرت يعني حضرت مش هتدرس لنا السنة دي ودين رجعت يا ستي هو اجهز للتدريس في الترمي اللي جاي بس للأسف هتوني اتخرجت مفتكرش ليه؟ علشان مبذكرش طب ليه؟ علشان حنريتك تدرس لنا سنة جاي ولي كاي تكلمينه ولي لأخبارك ايه؟ الحمد لله كله مميز بس انا بقى حق في الموبايل علشان فيه مكلمة مش عايزاتك الله انت عفقت الموبايل فعلا؟ ايه مين ده بقى اللي مش عايزة تكلميه؟ اصلي بابا يعني بيكلمني علشان عايزة يحدد معادي يركع من المانيا وبصراح انا مش عايزة يركع مش عايزة اشوف ولا عايزة كمان يشوفني ايه رأيكنا غير الموضوع؟ اصلا مش مهمة اصلا يعني انا حاسة انا مع الطلاقه مش كده؟ وبعدين بقى انا مش قلتلك مش مهم اللي بعمله قد ما هو مهم اني اسمعك بسي قوي يا دكتور بصراحة بقى انا طول عمري بحب اتكلم مع حضرتك وعارفة ان حضرتك بتسمعني كويس قوي بس قلت يعني لما تسافر اكيد هترجع مجهول وهتبقى نسيت اصلا بصي بقى انا في حاجات معينة بابا نساهاش واللي دايما فكره اني كنت بحب اسمعك انا اللي كنت دايما اند اهلك واتطمن عليك صح اوانا مش صح؟ صح طب اقولك الحاجة كمان انا اول حاجة عملتها بعد بركعك من السفر ودخلت الجامعة اني جيت على طول على المسرح علشان اشوفك ايه؟ مورد ليش؟ انتي ايه اللي بزعلك من بابا؟ اصلا موضوع طويل قوي يعني ومش مهم دا مهم اهو مفيش حاجة معينة بدايقاني منه بس اصلا طول عمره سايبة وعلشان كده انحافضل طول عمر زعلانة منه طب ما هو عايز يرجع اهو؟ ايه؟ بالسهولة دي؟ هي المشاعر دي ايه؟ انا خلص يا دكتور تعبت وتعودت ان حياتي ما يبقاش فيها بابا يوم هو فجأة او حشو ويقرر انه يرجع ويشوفني وانا كمان فجأة مبسط قوي اللي قررت ده واستنيا لا ينفعش خلاص انا حتى ملامحه ما بقيتش فكريه يا سنتي انا عايزة تصبحي بابا وتدينه فرصة وتسبيه يرجع يشوفك وتشوفيه ممكن بقى ان اغطلق من حضرتك طلب وتنفسه لو سمحت مش عايزة تجيب لي سردو تاني مش عايزة تكلم عليه ويقدي مش عايزة عرفه تاني بعد كده